كانت تغنيان بهذا النص تغنيان ورأى نبي عليه الصلاة والسلام امرأة فقال العائشة تعرفين من هذه قالت لا قال هذه قينة بني فلان يعني مغنية مطربة فنانة في عرفنا هذا تحبين ان تغنيك قالت نعم فعطاها طبقا وغنته وجاء النبي عليه الصلاة والسلام الى عرص وكانت المرأة تغني تضرب بالدفن تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد من امام للحرم المكي الى ممثل في هوليود شيء لا يصدق السعودية وعلماؤها الى اين المسير هل اصبحت ارض الحرمين الشريفين ارضا لللهو واللعب والخمر والقمار والفسوق والفجور اين ذهب علماء المملكة الذين صدحت اصواتهم في الافاق هل كانوا علماء للدين ام للدنيا علماء السلطة والبلاط الملكي ام دعاة ربانيون ما هذا التناقض العجيب صورة قديمة للكلباني يوم المصلين في الكعبة المشرفة واخرى وقد صار ممثلا وواجهة دعائية لجماعة الترفيه وهل يجيد الكلباني الغناء والرقص الكلباني بين الدعوة والترفيه فما الذي يجري لعلماء السعودية من هو الكلباني اسمه الشيخ عادل بن سالم بن سعيد الكلباني وامام جامع المحيسن بحي اشبيليا في شمال شرق الرياضة وكلفا بامامة المصلين في صلاة الترويح من عام 1429 للهجرة من شهر رمضان بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وعفي عن امامة الحرم المكي بعد انتهاء تكليفه لامامة المصلين خلال شهر رمضان الكلباني هو داعية سعودي مثير للجدل بتحوله المثير من رجل الدين ذي الاراء والمواقف الجريئة الى رجل الدين المقرب من بلاط الملوك والسلاطين ذا عاصيته بعد ان نشط في مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ظهوره في القنوات الفضائية بمواقفه الجريئة ولجرأته الشديدة حينها لقب في السعودية بقاصف الجبهات وكان ابرز مواقفه هو كلامه عن ضعف الدين في هذا الزمن وعلاقة الحكام بالدين واستغلالهم له عند الاحتياج فقط والى هنا لازلت على الطريق السليم وعلى مبدأك يا كلباني الكلباني خرج مجددا وبرأ الاخوان المسلمين من الفكر الداعشي بعكس ما يقوله امراء وملوك السعودية اللهم قوء ايمان فقال ان الفكر الذي تحمله داعش وفكر سلفي وهابي اي انه اقرب للفكر السعودي وليس لفكر الاخوان او سيد قطب وسبق ان انتقد الكلباني اول معرض كومي كون على الاطلاق في المملكة عام الفين وسبعة عشر فقال حينها على تويتر ان العيئة التي انشأت تعزيز مساعي المملكة للترفيه تخالف الجبلة اي ما جبل عليه الانسان وهو اللجوء الى الله في المحن والفتن الكلباني يرفع من حدة جرأته بانتقاد تصنيف حركة المقاومة الاسلامية حماس كحركة ارهابية في العام الفين وسبعة عشر بتغريدة له على تويتر فجعل ذلك منه هدفا للذباب الالكتروني متهمينه بذلميول الاخوانية ما دفع الكلباني للاختفاء عن عالم التواصل وبعد غيابه لفترة عاد الكلباني ويا ليته لم يعد فهذا الكلباني الذي صدم رجال الدين المحافظين في العام الفين وعشر وبتأييده للغناء قائلا انه لا يوجد ما يحرمه لا في القرآن ولا في الاحاديث النبوية وبعد شهر اعلن انه سحب اعتراضه ثم افتى مؤخرا على تويتر وقال ان الموسيقى والمعازف مباحة تماما على الرغم انه ليس بمفتن ليثير الجدل مجددا فهو من كبار رجال الدين لكنه ليس عضوا في هيئة كبار العلماء المعينة من الدولة وهي الهيئة الوحيدة في المملكة التي يجوز لها اصدار الفتاوى الرسمية تغيير الجذري كل المواقف السابقة جعلت من الكلباني شخصية مثيرة للجدل لكن يبدو انه قرر ان لا يكون كذلك مرة اخرى وانتقل للطرف المعاكس تماما فاصبحت فتاوه في صالح هيئة الترفيه التي جاءت بديلة عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الهيئة التي ادخلت الراقصات والمغنيات الخليعات الى ارض الحرمين ونشرت العهر والفجور بل ان الكلباني افتى بازالة السواتر والحواجز بين الرجال والنساء في الجامعات والمدارس بل وحتى في الجوامع والمساجد اثناء الصلاة مستدلا بما كان يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ما هكذا تورد الابل يا كلباني او كل هذا من اجل الترفيه ايها الشيخ المبجل فلو اكتفى الكلباني بلحيته فقط ما ولج في هذا الاناء فما بالنا بمن كان يوما اماما للحرم المكي يا لتعصك يا كلباني لم يكتفي الكلباني بهذا بل اباح الرقص وتعم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستضيف الراقصات في منزله وقال ان المرأة مطالب بفعل ما يتقنه فان اتقنت الرقص فارقص الكلباني اعترف ايضا بتطبيله للحكام لكن كل ذلك في كفة وان يصبح الكلباني ممثلا وجها دعائيا لهيئة الترفيه وان يقوم بانشطة صبيانية فهذا هو الجنون بذاته فبدلا ان يختم الكلباني عمره في زوايا المساجد وهو يظهر كلاعب ملوت وكمبارس في لعبة بلاي ستيشن يتساءل ان كان باستطاعته ان يكون يوما ما ممثلا في هوليوود بعد هذا العمر كله في الدعوة وامامة المصليين ترغب في دخول السينما يا كلباني العمري لهذا العجب العجاب هل يعتبر الكلباني وغيره من علماء البلاط الملكي منفرين عن الدين الاسلامي بعد ان كانت المملكة ارضا لعلماء الدين التقى والدعاة الى دين الله هل صارت اليوم ارضا لامثال الكلباني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة